بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أتممنا ولله الحمد والمن في الدرس الماضي ما يتعلق بشرح الأصول الثلاثة شرح مختصر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتكالك درس هذا بس الله نمئذنا بلا ايش أصاس من هم يكلغن كشندردق وصلنا إلى القسم الأخير وهو خاتمة هذا المتنى المبارك هم درس الأصول الثلاثة دهين كتابن خاتمة يكلغن يعني آخر سهل يكلغن نعم ذكر فيه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر مؤلف رحمه الله كتاب من خاتمة سهل آخرات كنك إيمان كالتردوش مسلسية على قدر باز بالمسلاني كالترديري وذكر أن الله سبحانه وتعالى أوجب عن العباد الكفر بالطاقود ثم الإيمان بالله أولا لابد نكفر بالطاقود همش ندقل مؤلف خاتمة سهل باينقلغن ناس لادن أدم لانن أستداء برنشي طاقودقا يعني الله تنباشق إبادة طاقودقا ناس لغا كابر بولوش أنبنكين الله قا إيمان كالتردوشنن هل بر آدم من أستداء إيكانيكنا بيان قدره من أحسن ما قيل في تعيث الطاقود ما جاعني ابن القيم رحمه الله طاقودقا نمي كان لغا تورلق آلمنا لغا أن يخشي إمام ابن القيم رحمه الله ما تجاوز بالعبد حد يعني تجاوز الحد وأصبح يعبد الأحجار الأشجار يعبد الأنبياء والرسل يعبد الملائكة يعبد الصالحين يعبد الملوك طاقود ديان أدام إجرى هددن إشيب قائسة برنسية إبادة قلسا مثلًا تاشق بولمدو يكي درخ بولمدو يكي فيغمب الله ورؤوسهم خمسة يعني الرؤوس كبار الطاقود خمسة الآن إبن القيم رحمه الله طاقودقا جرق لكنهم الأشخاص الأشخاص ورؤوسهم خمسة ورؤوسهم خمسة الأول إبليس الثاني من عبد وهو راضي اشكينش إبادة قلنغان بصمو وشننغا راض بلغان يعني جاء إنسان وسلم عليك مثلًا برادم كلب وإنحن لك إذا أنكرت هذا الإنحنا أنت موحد إذا أنكارت هذا الإنحنا أنت موحد يعني توهدك أمل قلن وإذا رضيت أن ينحن لك يركع لك يسجد لك فأنت طاقود الثالث من دعا الناس لعبادة نفسي مثل فرعا ثاني سابت كانت كلب القلنغة نفسي تاريق موحدة أحياء من المعرفة كل من نفسي يتعى المعرفة فأو الله كاليف وكافر كفر أكبر طاقود المصدرات المصدرات المصدرية لكن من يقدم حكم القوانين أو الطاقية لهذا في نفسه أو منصب معتقد أن حكم الله يجب أن يطبق فهذا كفر أصبر كفر دون كفر كفر غير مخريج من الله لكن إذا كان يقدم حكم الله بشكل أكبر إنه يطبق فرر لأنه يقدم حكم الله بشكل أكبر سواء كفر انه يقدم حكم الله بشكل أكبر الله يقدر